السلام عليكم أخبركم إبن ورين دايما معي هنا بس عبيكم في كل أتوى وفي كل أوان يا مرحب يا مرحب أنا الأوان أنا الأوان أن يفرح الزب الكوي بأن الرجل واللاعب الذي هرب عامدا متعمدا وقد يكون متواطئا مع آخرين للهروب أن يعاقب نعم حكمت المحكمة الرياضية الدولية بتأكيد الحكم الذي وقع على محمود عبد المنعم كهربا أو الشهير بكهربا لاعب النادي الأهلي الحالي المعارضة ألطاي التركي بالغرامة 2 مليون دولار وبالإضافة إلى 5% فوائد من يونيو 2019 رقم يصل الآن بالسعب الدول المصري إلى 40 مليون 194 ألف جنيه واقع لا جدالة فيه الحكم حكم النهائي لا مترابعة فيه خلاص هارب بحكم القانون محمود عبد المنعم كهربا هارب رياضيا يعني بحكم القانون ماذا لو لم يدفع كهربا الغرامة الغرامة الآن يرسل يرسل الحكم إلى لجلة الانضباط في الاتحاد الدول التي ستطارد كهربا كهربا في جهاتين هيتردوه عشان ياخدوا فلس لجلة الانضباط ونادي الزمالك ومش بس كده نادي الزمالك ممكن بقول ممكن احتمال يطارد النادي الاهلي شخصيا باعتباره من وجهة نظره محرد والنهاردة المستشامر دون نصور في بيان اللي خرج للتأكيد على قرار المحكمة واعلانه قال انه كان بتحريد من النادي الاهلي فالنادي زينك هيطارد ايضا النادي الاهلي كما هيطارد كهربا لكن لأكيد لجلة الانضباط في الاتحاد الدولي ستطلب من الكهربا دفع الاموال ماذا اذا لم يدفع لا بقى لعب ولا تع ويرجع تاني موال سليمان كوليبالي على خطة سليمان كوليبالي الموقوف والنادي الاهلي تشبس بكل طلباته ولو الحق في موضوع النجم السحلي والفلوس اللي على مين كهربا على اسف سليمان كوليبالي لو عاد وفي الاغلب الاعم سيعود اخونا محمود عبد المنعم كهربا الى النادي الاهلي وقتها وقتها مين اللي هيدفع الفلوس الغرامة بقى اصلها على فريق على محمود عبد المنعم كهربا لكن في دلوقتي غرامة عليه لو افترضنا مليون دولار برضو مين اللي هيدفعها وتدفع امتى قصة وحكاية الحقيقة انه الغرامة الكبيرة دي سببها ان كهربا رفع القضية والقضية تدولت وقدت وقتها وعدنا نسأل اين الحكم فقد جاء الحكم منحظ ما الدولار في مصر بيزيد تقريبا 3 جنيه عن سعر وقت القضية بتاع التغربة فيصل بالزمانك تقريبا 10 مليون جنيه زيادة على الحكم الاصلي كان بال30 مليون دلوقتي ب40 مليون و190 ألف جنيه الان النادي الاهلي هيعمل ايه كان اقولك احنا ما نتعقد معيبة هربانة احنا لا نتعقد بمش عارف ايه امور يعني انتوا اكيد سامعينها وكيف مش عايز تطول فيها عشان منتخب لكن الحقيقة انه الان تستطيع ان تطمئن كزام الكاوي الى موقف ادارتك وقتها كان موقف صحيح وليه موقف صحيح لان هو الزمانك يزور ليه بصمة وتوقيع محمول عيون كهرباء بالعقل كده يعني ده كان بيبيع ويجيب له فلوس ثم الاتحاد المصري يتواطئ ليه عشق زياد في الظلمة طب ما كان ساعد وخد الدولي عشر المرات مثلا مثلا الاتحاد الدولي هيتواطئ مع الزمانك اللي بيغرم زياد كل ما بيعتص أمور كلها غامضة لكن الحمد لله ظهر الحق ظهر الحق وأصبح نادي الزمانك له 2 مليون دولار في زمة قضية كهرباء ومطالب أن يدفعها وسوف يطارده نادي الزمانك وسوف تطارده لجنة الانضباط أيضا بالاتحاد الدولي سحر بس مش هتجي بكرة بس جاية لا شك جاية شوفكم على خير شوفكم على خير السلام